اشتركوا في القناة اللهم اجعل ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه أما بعد فهذا هو كتاب القواعد والفوائد الأصولية والفروق والتقاسيم البديعة النافعة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة وهو من أنفس الكتب المؤلفة في القواعد والفروق الفقهية وقد ألفه الشيخ عبد الرحمن السعدي وهو عبد الرحمن بن ناصر السعدي يعود نسبه رحمه الله إلى بني تميم وكان من كبار علماء القصيم حتى إنه كان يوصف بأنه علامة القصيم وكان له عناية عظيمة بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكتب تلميذه ابن القيم حتى إنه جاء في سيرته أن كتب ابن تيمية وابن القيم كانت له صبوحا وغبوقا ومن شديد عنايته بكتب هذين الإمامين ألف كتابا جمع فيه ألف فائدة من كلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله وكان يثني على هذا الكتاب في إحدى رسائله لبعض تلاميذه وبالجملة كان الشيخ عبد الرحمن بن سعدي من خيار أهل زمانه وكان له اشتغال بالتعليم واشتغال بالتأليف وكانت مجالسه العلمية حافلة بطلاب العلم وتخرج به طلاب علم نابهون أصبحوا بعد ذلك من كبار علماء الأمة ومن هؤلاء الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله البسام والشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الله بن عقيل وغيرهم من العلماء الذين خلفوه في التعليم وفي التصنيف أيضا واشتغل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله بالتصنيف وألف مؤلفات نافعة جدا امتازت بالوضوح والسهولة وبيان القواعد الشرعية والمآخذ والأصول العلمية ولا يزال الناس ينتفعون بها إلى وقتنا هذا ومن أجل هذه الكتب التي ألفها كتابه في التفسير تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن سبحانه وتعالى ومنها المختارات الجلية تتبع فيها الآراء التي يرى أن القول فيها مخالف لما يقتضيه الدليل من الكتاب والسنة في كتاب الروض المربع وبين هذه المسائل وما يرى أنه هو الصواب فيها من جهة الدليل ومنها هذا الكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة وهذا الكتاب قسمه إلى قسمين كما هو ظاهر من عنوانه القسم الأول القواعد والأصول والقسم الثاني الفروق والتقاسيم وهذا من تمام فقهه رحمه الله فإن العلماء يقولون الفقه جمع وفرق فالفقه هو الجمع بين الأشياء التي يربطها أصل معين وتفريق بين الأشياء التي يميز بينها وصف معين ومن عرف الجوامع بين المسائل والفروق بين المسائل التي تشتبه في صورتها لكنها تختلف في حقيقتها فقد حصل فقها كثيرا ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول من هداه الله سبحانه وتعالى فرق بين الأمور وإن اشتبهت من بعض الوجوه وعلم ما بينها من الجمع والفرق والتشابه والاختلاف وتلميذه ابن القيم رحمه الله يعد معرفة الجمع والفرق بين المسائل من أشرف العلوم وهذا يدعو طالب العلم إلى أن يعنى بذلك حتى يكون علمه علما شريفا والمعتبر في الجمع والفرق هو المعاني الشرعية التي من أجلها شرعة الأحكام فبالنظر للمعاني يستطيع الفقيه أن يجمع بين المسائل التي تشترك في هذه المعاني ويستطيع أيضا أن يفرق بين المسائل التي تختلف في هذه المعاني وإن اشتبهت في صورتها فالمعتبر في الجمع بين المسائل وفي الفرق بينها هو المعاني وبهذا نعلم أمرا مهما وهو أن الجمع والفرق راجع إلى القياس فالجمع راجع إلى قياس الطرد والفرق راجع إلى قياس العكس وذلك لأن قياس الطرد يكون فيه جمع بالعلة أو دليلها وقياس العكس يكون فيه فرق بين الفرع والأصل لأنهما مفترقان في العلة أو في دليلها فالوصول الجامعة والفروق بين المسائل هي في حقيقتها راجعة إلى القياس لأن الوصول الجامعة راجعة إلى قياس الطرد والفروق المميزة بين المسائل راجعة إلى قياس العكس وهذا الكتاب مبني على الجمع والفرق وأكثر ما في هذا الكتاب مأخوذ في التأصيل وفي التفريع من القواعد الفقهية للحافظ بن رجب رحمه الله ومن تقريرات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في كتبهما المختلفة نسأل الله أن يرحم الجميع وكما تقدم معنا أن الشيخ السعدي رحمه الله له عناية بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وذكر في هذا الكتاب ستين قاعدة في القسم الأول ذكر فيه ستين قاعدة وهذه القواعد تتنوع ما بين قواعد أصولية وقواعد فقهية وهذه أكثر من التي قبلها وضوابط فقهية وهذه هي الغالب في الكتاب فأغلب ما في هذا الكتاب في القسم الأول من قبيل الضوابط الفقهية وأغلب هذه الضوابط التي ذكرها تتعلق بالمعاملات فإن قال قائل كيف نستطيع أن نميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية والضابط الفقهي فالجواب على هذا أن القواعد تشترك في معنى الشمول وكذلك الضوابط وهذا هو وجه الشبه بينها أنها تشمل أفرادا كثيرة وهذا هو شأن القاعدة ولهذا يصفها العلماء بأنها يندرج تحتها جزئيات كثيرة وتفترق القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية في أن القاعدة الأصولية موضوعها هو الدليل أما فموضوع فموضوع القاعدة الأصولية هو الدليل الإجمالي وموضوع القاعدة الفقهية هو الحكم العملي وأما القاعدة الفقهية هو الضابط فهما يشتركان في أمرين يشتركان في الشمول فكل واحد منهما يشمل أفرادا المتعددة ويشتركان في أن موضوع كل واحد منهما حكم عملي فموضوع القاعدة الفقهية حكم عملي وموضوع الضابط الفقهي حكم عملي إلا أنهما يفترقان من جهة أن القاعدة تشمل أحكاما تتعلق بأبواب كثيرة وأما الضابط فيشمل أحكاما تتعلق بباب ملتقى فالقاعدة يدخل تحتها مسائل من الطهارة ومن الصلاة ومن الحج ومن البيوع ومن النكاح ومن الأقضية والأقارير بخلاف الضابط فهو يختص بمسائل من باب واحد كأن تكون المسائل التي تحته من كتاب الطهارة فقط أو من باب المياه أو أن تكون المسائل التي تحته من باب البيوع ونحو هذا فهذا هو الذي يميز الضابط الفقهي عن القاعدة وإلا فإن كل واحد منهما فيه شمول ويتعلق بحكم عملي إلا أن شمول القاعدة الفقهية أوسع من شمول الضابط الفقهي وإن قال قائل هل القاعدة حجة في إثبات الأحكام أي هل يستند للقاعدة في التعرف على الأحكام الشرعية ويستدل بها عليها والجواب على هذا أن القاعدة الأصولية الثابتة حجة في إثبات الأحكام الشرعية وذلك لأن موضوعها الذي تبحث فيه هو الدليل كما تقدم أما بالنسبة للقاعدة الفقهية فهي إن اعتمدت على دليل فتعتبر حجة يستند عليها في إثبات الأحكام الشرعية ويستدل بها وذلك مثل قاعدة الأمور بمقاصدها فهي تستند إلى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ومثل قاعدة اليقين لا يزول بالشك فهي تستند إلى ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أحال إلى أمر متيقا وهو أن يجد ريحا أو يسمع صوتا لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا ومثل قاعدة المشقة تجلب التيسير فهي مستندة إلى قوله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ونحو ذلك من القواعد التي تستند إلى دليل شرعي فإذا كانت كذلك فإنها تكون حجة يعتمد عليها في إثبات الأحكام الشرعية أما إذا كانت القاعدة الفقهية لا تستند إلى دليل شرعي فإنها حينئذ لا تكون حجة يستدل بها على الحكم الشرعي لكنها يعتضد بها في إثبات الحكم الشرعي لأن فيها التفات لأصول الشريعة وتفاريعها الجزئية فهي في هذه الحال صالحة للاعتضاد لكنها ليست صالحة للاعتماد صالحة للاعتضاد لا للاعتماد فإذا كانت القاعدة مأخوذة من مجموعة مسائل فقهية بأن نظر الفقهاء إلى مسائل متعددة ووجدوا رابطا يربطوا بينها وجعلوه قاعدة فإن هذه القاعدة تكون صالحة للاعتضاد والاستئناس ولا تكون صالحة لإثبات الحكم ابتداء وهذا فضلا عن كون القاعدة سواء كانت مستندة إلى دليل أو مستندة إلى الاستقراء الفروع الفقهية تضبط للمتفقه المسائل فلا يحتاج إلى أن يحفظ كثيرا من المسائل لأن هذا قد يشق عليه لكنه يحفظ لكن المتفقه يحفظ الأصل الذي ترجع له هذه المسائل فهي تضبط لطالب العلم والمتفقه المسائل كما لأنها تعينه على عدم الاضطراب في معرفة الأحكام لأنه إذا أرجع الأحكام لأصل واحد انضبطت لديه المسائل أما إذا كان لا يعرف الأصل الذي تعود له فربما أرجع الفرع إلى أصل وأرجع فرع يوافقه إلى أصل آخر وحكم فيه بخلاف حكمه الشرعي هذا بالنسبة للقواعد الفقهية أما بالنسبة للضوابط فهي في حقيقتها عبارة عن أحكام الضوابط الفقهية هي في حقيقة الأمر عبارة عن أحكام والأحكام لا بد لها من أدلة فالضوابط ليست أدلة وإنما هي عبارة عن أحكام تحتاج إلى أن تقام عليها الأدلة الشرعية والمصنف رحمه الله كما عرفنا ذكر في هذا الكتاب ستين قاعدة في القسم الأول وبدأ بالقاعدة الأولى فقال القاعدة الأولى الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة وهذه القاعدة لأخذها الشيخ رحمه الله من ابن تيمية وابن القيم فقد نصوا على هذا في مواطن من كتبهم وهي تتعلق بالمصلحة والمفسدة والمصلحة في لغة العرب معناها المنفعة وزنا ومعنا والشيء الصالح هو الشيء النافع وأما المصلحة في الاصطلاح الشرعي فتطلق على المنفعة المترتبة على مقصود الشارع المنفعة المترتبة على مقصود الشارع فمثلاً كون الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر مصلحة وكون الزكاة لتحصل بها طهارة المال وزكاة النفس مصلحة وكون تحريم الربا ويحصل به حفظ الناس المصلحة فالمصلحة هي المنفعة التي تترتب على مقصود الشارع ويطلقها العلماء كثيراً على الفعل الذي تحصل به هذه المنفعة فيقولون الصلاة مصلحة والزكاة مصلحة والصيام مصلحة وبر الوالدين مصلحة وطلب العلم مصلحة والأمر بالمعروف مصلحة فيطلقونها على الفعل نفسه من باب المسامحة لأن هذه الأفعال تترتب عليها المصلحة فأطلقوا المصلحة عليها لنفسها من باب إطلاق المؤثر على الأثر ينحوَ ولهذا عرف بعض أهل العلم المصلحة بأنها المحافظة على مقصود الشارع والمحافظة فعل المحافظة فعل يترتب عليه مقصود الشارع الذي يتركه المطلق الشارع المحافظة على الأفعال لأنه يترتب عليها مصالح وذلك من باب المسامحة كما عرفنا والشريعة جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد الشريعة جاءت بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها وهذا أصل وضعت عليه الشريعة ودلت عليه دلائل كثيرة من الكتاب والسنة ومن هذه الأدلة لقوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للخلق وأعظم ما يرحم به الخلق أن تحصل لهم مصالحهم الدينية ومصالحهم الدنيوية ومصالحهم الأخروية وكذلك من الأدلة قوله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية لجملة من المصالح المأمور بها وجملة من المصالح المنهي عنها ولهذا ذكر العلماء أن هذه الآية من أجمع الآيات التي ذكر الله عز وجل فيها أصول المصالح وأصول المفاسد وكذلك قوله سبحانه وتعالى قل أمر ربي بالقسط والقسط معناه العدل وأعظم ما يحصل به العدل بين العباد أن تتحقق بهم أن تتحقق مصالحهم الدينية والدنيوية والأخروية والمفسد تقابل المصلحة فالمفسد هي المضرة التي تترتب على مخالفة مقصود الشارع والمصنف رحمه الله ذكر في هذه القاعدة للمصلحة والمفسدة أربع صور الصورة الأولى المصلحة الخالصة وهي المصلحة التي لا يشوبها مفسدة وذلك مثل مصلحة التوحيد لله سبحانه وتعالى والإيمان بالله ورسوله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره ومصلحة الصدق ومصلحة العدل فهذه كلها مصالح خالصة وأكثر المأمورات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها من قبيل المصالح الخالصة وهي التي لا يشوبها مفسدة الصورة الثانية مصلحة راجحة على المفسدة بمعنى أن يكون هناك مصلحة يعارضها مفسدة لكن المصلحة راجحة على المفسدة وذلك مثل الكذب من أجل إصلاح ذات البين فالكذب مفسدة لكنه إذا كان للإصلاح تترتب عليه مصلحة راجحة وهي زوال الشحناء وانقطاع الفرقة والنائرة بين المتخاصمين وكذلك مثل أكل الميتة للمضطر فأكل الميتة مفسدة لكن الإنسان إذا كان مضطرا يباح له أكل الميتة لأن هذا فيه مصلحة راجحة على أكل الميتة وهي إحياء النفس وإحياء النفس من أعظم المقاصد الضرورية التي جاءت بها الشريعة ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ومن أمثلة ذلك أيضا أن المرأة الحامل إذا تعسرت ولادتها يجوز شق بطنها لإخراج الجنين إذا كانت حياته مرجوة وقرر الأطباء أن العملية لا تؤثر أن العملية لا تؤدي إلى هلاك المرأة فهنا لدينا مفسدة وهي شق بطن المرأة لأن هذا فيه إيلام لها لكن هذه المفسدة يقابلها مصلحة راجحة وهي إخراج الجنين من بطنها لأنه لو لم يخرج مع أن حياته مرجوة لأدى ذلك إلى هلاكه في بطنها وفواته على أهله فمصلحة إخراجه هنا راجحة على مفسدة شق بطن المرأة هذه هي الصورة الثانية وهي أن تكون المصلحة راجحة على المفسدة الصورة الثالثة أن تكون المفسدة خالصة بمعنى أنه لا يشوبها مصلحة وذلك مثل مفسدة الشرك بالله سبحانه وتعالى فهذه مفسدة خالصة لا يشوبها مصلحة ومثل مفسدة تعلم السحر ومفسدة الظلم لله سبحانه وتعالى أو للنفس أو للمخلوقين فهذه مفسدة خالصة لا يشوبها مصلحة الصورة الرابعة من الصور التي ذكرها الشيخ في هذه القاعدة هي أن تكون المفسدة راجحة على المصلحة بمعنى أن يتقابل عندنا مصلحة ومفسدة لكن المفسدة أعظم من المصلحة وذلك مثل شرب الخمر فهو يترتب عليه مصلحة وهي اللذة المطربة التي تحصل لشاربه والمال الذي يحصل لبائعه والأجرة التي تحصل لمن يدفعه لشاربه فهو يترتب عليه منافع كما قال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس لكن هذه المنافع يقابلها مفاسد منها ذهاب عقل الإنسان وتغطيته وإذا ذهب عقل الإنسان لترتب على ذلك أن يقتل غيره أو أن يعتدي على عرض لغيره أو أن يعتدي على مال لغيره وهذه كلها مفاسد وهذه المفاسد راجحة على المصالح المترتبة عليه ومثل أكل الميتة لمن ليس مضطرا وشرب الدم وأكل لحم الخنزير ولعب الميسر ونحو ذلك فهذه كلها وإن ترتب عليها منافع إلا أنها منافع مرجوحة بالنسبة للمفاسد المترتبة عليها فهذه خمس صور وهل هذه أربع صور وهل يمكن أن يوجد صورة خامسة وهي أن توجد مصلحة ومفسدة متساويتان بحيث لا تكون إحداهما راجحة على الأخرى هذه المسألة ذكرها العلماء وحقق بعض أهل العلم فيها كابن القيم رحمه الله أن المصلحة والمفسدة في حقيقة الأمر لا تكونان مستويتين بل لا بد أن تكون إحداهما راجحة على الأخرى إما أن تترجح المصلحة وإما أن تترجح المفسدة هذا في حقيقة الأمر أما بالنسبة لنظر المجتهد فقد يتساوى في نظره المصلحة والمفسدة فلا يستطيع أن يرجح إحداهما على الأخرى فالتساوي بينهما إنما يكون في نظر المجتهد أما في حقيقة الأمر فلا يوجد شيئان يتساويان في المصلحة والمفسدة وإذا تقرر هذا وعرفنا هذه الصور فإن الشارع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة على المفسدة ولا ينهى إلا عن شيء فيه مفسدة خالصة أو فيه مفسدة راجحة على المصلحة وبناء على هذا إذا وجدنا أمرا بشيء في الكتاب والسنة فلنعلم أن هذا الشيء إما أن تكون مصلحته خالصة وإما أن تكون مصلحته راجحة وإذا وجدنا في القرآن أو في السنة أن الشارع نهى عن شيء فلنعلم أن هذا الشيء إما أن تكون مفسدته خالصة وإما أن تكون مفسدته راجحة على المصلحة ولا يمكن أن يأمر الشارع بشيء فيه مفسدة خالصة أو فيه مفسدة راجحة ولا أن ينهى عن شيء فيه مصلحة خالصة أو فيه مصلحة راجحة وهذه فائدة مهمة جدا فإذا وجدنا أمرا في القرآن والسنة بشيء فلنعلم مباشرة أن المأمور به مصلحة خالصة أو مصلحته راجحة وإذا وجدنا في القرآن أو السنة شيئا منهيا عنه فلنعلم مباشرة أن هذا المنهي عنه مفسدته خالصة أو راجحة وهذا معلوم من استقراء الأوامر الشريعة ونواهيها ولهذا قال المصنف رحمه الله الشارع لا يأمر إلا بما مصلحته خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما مفسدته خالصة أو راجحة وفائدة هذه القاعدة كما عرفنا أننا إذا وجدنا شيئا مأمورا به في القرآن أو في السنة فنعلم مباشرة أن مصلحة هذا المأمور به إما أن تكون خالصة وإما أن تكون راجحة ولا يمكن أن يترتب عليه مفسدة خالصة أو مفسدة راجحة وكذلك إذا وجدنا شيئا منهيا عنه في القرآن والسنة فلنعلم مباشرة أن مفسدته خالصة أو راجحة ولا يمكن أن يكون فيه مصلحة خالصة أو مصلحة راجحة وهذه هي فائدة هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله القاعدة الثانية قال المصنف رحمه الله الوسائل لها أحكام المقاصد وهذه القاعدة فيها الألفاظ وهي الوسائل والأحكام والمقاصد والوسائل جمع وسيلة وهي في لغة العرب ما يتوصل به إلى غيره ومنه قوله سبحانه وتعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة فالوسيلة هي الشيء الذي يتوصل به إلى غيره وأما الوسائل في الاصطلاح فهي الطرق المؤدية للمصالح فالوسيلة هي الطريق التي تؤدي للمصلحة والمقاصد جمع مقصد مقصد والمراد بها الغايات التي تؤدي لها الوسائل والوسائل تأخذ أحكام المقاصد بمعنى أنها تُعطى أحكامها فإن كان المقصود حكمه الوجوب فالوسيلة حكمها الوجوب وإن كان المقصود حكمه التحريم فالوسيلة حكمها التحريم وإن كان المقصود حكمه الاستحباب فالوسيلة حكمها كذلك وإن كان المقصود حكمه الكراهة فالوسيلة حكمها كذلك وإن كان المقصود حكمه الإباحة فالوسيلة حكمها كذلك فالوسائل تأخذ أحكام المقاصد وهذه القاعدة لدل عليها أدلة من الكتاب والسنة والنظر الصحيح فأما الكتاب والسنة فأما الكتاب فكما في قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى فهذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى فيها بالوسائل التي تعين على البر والتقوى وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الوسيلة تأخذ حكم المقصد فالمقصد وهو طلب العلم يؤدي إلى دخول الجنة وكذلك الوسيلة وهي سلوك طريق العلم تؤدي إلى دخول الجنة وهذه القاعدة يتفرع عليها قواعد كثيرة من هذه القواعد أولا أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وذلك لأن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب وما دام أنه وسيلة له فإنه يأخذ حكمه ومن أمثلة ذلك أن من وجبت عليه الصلاة وليس عنده ماء فإنه يجب عليه البحث عنه فالصلاة واجبة والوسيلة للصلاة وهي للطهارة تأخذ حكم هذا الواجب وكذلك من وجبت عليه صلاة الجمعة وجب عليه أن يسعى لها فالجمعة مقصد والسعي للجمعة وسيلة لها والوسيلة تأخذ حكم المقصود وكذلك طلب العلم الواجب تكون الوسيلة المؤدية إليه واجبة فمن وجب عليه أن يتعلم أحكام البيع لأنه يبيع ويشتري فإنه تجب عليه الوسيلة التي تجعله يتعلم هذه الأحكام وهكذا في سائر ما لا تتم الواجبات إلا بها القاعدة الثانية أن ما لا يتم المسنون إلا به يكون مسنونا ومن أمثلة ذلك أن التسوك مسنون فإذا كان لا يستطيع الإنسان أن يحصل على السواك إلا بشرائه فإن شراء السواك هنا يكون مسنونا ويثاب عليه ثواب السنة لأن الوسائل تأخذ أحكامها ومثل ذلك الطيب وكذلك المشي لعيادة المريض فإن عيادة المريض سنة فيكون المشي لعيادة المريض سنة لأن الوسائل تأخذ أحكام المقاصد ومن القواعد أيضا وهي القاعدة الثالثة أن طرق الحرام تكون حراما أن الوسائل التي تؤدي إلى المحرمات تأخذ أحكامها ومن أمثلة ذلك أن شرب الخمر محرم فإذا علم الإنسان أنه يبيع عصير العنب لمن يتخذه خمرا لمن يعلم أو يغلب على ظنه أنه يتخذه خمرا فإنه يحرم عليه أن يبيع عصير العنب له لأن ذلك وسيلة إلى المحرم الذي هو شرب الخمر ووسائل الأشياء تأخذ أحكامها وكذلك الزنا محرم والخلوة بالمرأة الأجنبية هو سيلة إلى الوقوع في الزنا فتكون محرمة لأن وسائل الأشياء المحرمة تأخذ حكمها وهو التحريم وهذا راجع إلى أصل يذكره العلماء وهو سد الذرائع والمقصود بسد الذرائع منع الأمور المباحة التي يترتب عليها الوقوع في أمور محرمة منع الأمور المباحة التي يترتب عليها الوقوع في المحرم فهذه القاعدة وهي لأن طرق الحرام تكون حراما ترجع إلى أصل سد الذرائع وأصل سد الذرائع هو أصل كبير في الفقه ذكر ابن القيم رحمه الله أن ثلاثة أرباع الفقه تعود إلى سد الذرائع وجمهور أهل العلم على أن سد الذرائع أصل معتبر في الأحكام القاعدة الرابعة التي تتفرع عن قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أن طرق المكروهات تأخذ أحكامها أي أن الوسائل التي تؤدي إلى المكروهات تكون مكروهة ومن أمثلة لذلك أن انشغال المصلي عن صلاته في أثناء الصلاة مكروه ووضع والصلاة صلاة الإنسان وبين يديه صورة أو شيء يشغله عن الصلاة وسيلة إلى الانشغال عن الصلاة فيكون مكروها لأن وسائل المكروهات تأخذ أحكامها ومثل ذلك لبس الإنسان للأشياء التي تشغله عن الصلاة فإنه يكون مكروها ويدل على هذا ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خميصة يعني كساء مخططا فيه خطوط مربعة فأشغلته عن الصلاة فقال إيتوني بأنب جانية أبي جهم وأعطوه هذه الخميصة فإنها أشغلتني آنفا عن الصلاة فيأخذ من هذا أن كل ما يشغل عن الصلاة يكون مكروها القاعدة الخامسة التي تتفرع على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أن وسائل المباحات تكون مباحة تأخذ حكم الإباحة وذلك مثل التجارة والصناعة والزراعة هذه أمور مباحة فالوسائل التي تعين على التجارة وعلى الزراعة وعلى الصناعة تكون مباحة فمشي الإنسان مثلا إلى المتجره أو مزرعته أو مصنعه الأصل فيه أنه يكون مباحا بخلاف مشيه لطلب العلم فإنه إما أن يكون واجبا إذا كان يجب عليه طلب العلم أو يكون مستحبا إذا كان يستحب له طلب هذا العلم النافع أو يكون محرما إذا كان هذا العلم يحرم تعلمه كعلم السحر ونحوه القاعدة السادسة والأخيرة التي تتفرع على قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد أن توابع العبادات والمعاملات تأخذ أحكامها ومعنى ذلك أن الآثار التي تترتب على العبادات أو على المعاملات تأخذ أحكام هذه العبادات والمعاملات ومن أمثلة ذلك أن الرجوع من المسجد يثاب عليه العبد ثواب الصلاة كما أن السعي للمسجد يثاب عليه الإنسان ثواب الصلاة لأن الوسائل تأخذ أحكامها ومثل ذلك الرجوع من العمرة والرجوع من الحج ومن الجهاد في سبيل الله وكذلك الرجوع من المعصية يأثم الإنسان عليه كما أنه يأثم على المعصية ويدل على أن توابع الأشياء تأخذ أحكامها كما أن وسائل الأشياء تأخذ أحكامها الأدلة منها قوله سبحانه وتعالى إنا نحن نحيي الموت ونكتب ما قدموا وآثارهم فذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة أنه يكتب أمرين الأمر الأول ما قدموا من العمل الصالح والأمر الثاني الآثار المترتبة على العمل الصالح وهذا يدلنا على فضل الله سبحانه وتعالى على العباد فهو يكتب لهم ثواب الوسيلة التي تؤدي للعمل ويكتب لهم ثواب العمل لنفسه ويكتب لهم ثواب الأثر الذي يتبع العمل ويدل على هذا أيضا قوله سبحانه وتعالى ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطأون موطع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ففي هذه الآية رتب الله الثواب على حصول على حصول آثار العمل الصالح من النصب والمخمصة وكونهم يطأون لمواطع تغيظ الكفار وكونهم ينالون ويصيبون من الأعداء فيكتب الله لهم به أعمال صالحة كما أنه يكتب لهم أجور الأعمال نفسها وهنا قال الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى إلا كتب لهم به عمل صالح وقال في الآية الثانية إلا كتب لهم ولم يقل إلا كتب لهم به عمل صالح فما هو السر في أنه وصف العمل في الموضع الأول بأنه عمل صالح لكنه لم يذكر أو لم يصف العمل الثاني بأنه عمل صالح والجواب على هذا أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر النصب والمخمصة لنبه إلى أن هذه الأعمال إذا كانت تنال من الأعداء وتغيظهم هي أعمال صالحة أما النفقة سواء كانت صغيرة أو كبيرة والذهاب للجهاد وقطع الأودية لذلك فهذه هي أعمال صالحة في نفسها فلم يحتج إلى أن يصفها بأنها أعمال صالحة وهذا سر من الأسرار القرآن التي ذكرها العلماء فإذا هذه القاعدة التي ذكرها المصنف رحمه الله وهي قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد قاعدة كلية يندرج تحتها قواعد جزئية وقد ذكرنا منها ستة قواعد وهي ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم المسنون إلا به وطرق الحرام حرام وطرق المكرهات مكرهات وطرق المباحات مباحات وتوابع العبادات والمعاملات تأخذ أحكامها وهذه القاعدة يستثنى منها بعض المسائل الفقهية من هذه المسائل أن النذر مكروه فيكره للإنسان أن ينذر ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه يستخرج به من البخيل كما جاء في الصحيحين لكن الوفاء به الوفاء بالنذر واجب ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه فهنا المقصد مكروه والوسيلة التي تؤدي إليه الواجبة فلم تأخذ الوسيلة حكم الواجب وهذا الفرع مستثنى من هذه القاعدة وكذلك النظر لأجنبية محرم لكن المخطوبة يسن النظر لها مع أنها أجنبية فالمقصد هنا وهو النظر للمرأة الأجنبية حرام لكن الوسيلة له سنة فاختلف حكم الوسيلة عن حكم المقصد وهذا الاستثناء من القاعدة لا يؤثر في كونها كلية لا يؤثر في كون هذه القاعدة قاعدة كلية لأن هذه الأمور المستثنى لا يتكون منها أمر كل وإنما هي مسائل جزئية لا تعارض القاعدة ولا تقدح فيها وقبل أن ننتهي من هذه القاعدة أنبه إلى الأمرين يتعلقان بهذه القاعدة الأمر الأول أن مراعاة المقصد أهم من مراعاة الوسيلة فإذا حصل تعارض بين المقصد والوسيلة فإن مراعاة المقصد تقدم على مراعاة الوسيلة ومن أمثلة ذلك لو أن إنسانا لم يجد ما يستر به عورته في الصلاة فإنه يجب عليه أن يصلي لأن الصلاة مقصود أما ستر العورة فهو وسيلة إلى الصلاة ومراعاة المقصود أعظم من مراعاة الوسيلة المؤدية إليه ولهذا لا يصح أن تكون الوسائل سببا لإلغاء المقاصد وإبطالها هذا الأمر الأول وهو أن مراعاة المقصد أهم من مراعاة الوسيلة عند حصول التعارض الأمر الثاني أن العلماء قد يختلفون في كون الشيء مقصودا أو وسيلة فيختلف العلماء في هذا الشيء هل هو وسيلة أو هو مقصد مقصد ومن أمثلة ذلك الوضوء اختلف الفقهاء فيه هل هو مقصود أي أنه عبادة مقصودة بنفسها أو أنه وسيلة للصلاة وانبنى على هذا الخلاف الخلاف الاختلاف في النية هل هي واجبة في الوضوء أو ليست واجبة فمن قال الوضوء عبادة مستقلة جعلها الله شرطا للصلاة قال الوضوء تجب فيه النية ومن قال الوضوء وسيلة إلى الصلاة قال الوضوء لا تجب فيه النية وهؤلاء يمكن أن يقال لهم بأن بأننا لو قلنا إن الوضوء وسيلة للصلاة فلنقل كذلك التيمم وسيلة للصلاة وأنتم توجبون النية في التيمم والحاصل أن العلماء قد يختلفون في نظرهم للعبادة هل هي مقصود أو وسيلة وذلك بناء على نظرهم لهذه العبادة العبادة وهذا يكون إذا كانت العبادة تؤدي أو يتوصل بها إلى عبادة أخرى والأصل في العبادة إذا أمر الشارع بها أنها تكون مقصودة للشارع حتى لو توسل بها إلى غيرها فالأصل فيها أن تكون مقصودة للشارع الكريم ثم ذكر المصنف رحمه الله القاعدة الثالثة وهي المشقة تجلب التيسير وهذه سوف نتكلم عليها في الدرس القادم أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين